السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف حالكم اصدقاء انا ارجنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرع بهذا الفيديو رح نكمل اللي حكينا لكم عنه بالفيديو الماضي اللي رح نكمل فيه ورح نبلش نصنع المواد قلت لكم اعتذر رح نصنع السماد بهذا الفيديو بس ولكن ببعض التعليقات اللي اجتني وطبعا وقت رح تلع شوف اصابنا السماد فاطلع لنا شوية مشاكل فما رح نحكيها ورح نحكيها باللعبة كلايتها نحكي لكم شو هالمشاكل ان شاء الله كلا واعتذر صراحة مو بالخمس زغائق تنسحبه كاملوا معنا الاخير كاملوا وصلوا لنهاية الفيديو والله معنات مو ما عم بحكيها معكم هاي النقطة ولا نقطة ثانية والله العظيم الفيديو هال يعني تخيلوا انتو هذا بينما تعلمت انا شنون اشتغلتون كل اياتون طول مايش تقريبا شي عشر ساعات تعليم بالماب وضليت يومين عم باشتغل بالمزرعة حتى جمعت حق ارض جديدة يعني بالارض ما اقدرت ابني الاجهزة اللي رح ابنيها طبعا هلقوا مستقبلا فلذلك خلقنا نعملش بالفيديو رجتكم شو المودات اللي رح نستخدمها بهذا الفيديو المودات حكيت لكم عنها سابقا رح نزلها كليتا نستخدمها ان شاء الله وبالاضافة رح نبدأ نستخدم مود جديد هذا اليوم اللي هو هذا كنت عساسا سنقول لكم عن هذا المود نحكي لكم شون صنق تصنيع البذور بس ولكن لما دخلت على تصنيع البذور دخلت بتفاصيل اكتر فاتذكرت انه في بده سماد تمام فقلت خليقا نعملش شون صنع السماد لانه ثلاثة انواع التصنيع او هو نوعين من السماد بس له ثلاثة انواع النوع البودرة بيطلع بطريقتين بيطلع ونوع السهل يطلع بطريقة واحدة فقلت خلينا اعلمكم شون نصنع اوشي السماد بانواعه طبعا هذا هو السماد وهون انه بطالع اه اتنين وسبعين الف لتر اه عادي وبيطالع اتنين وسبعين الف سائل والسائل طبعا غالي حسب ما انتبهت وفهمت هالموضع هاي فخلينا نبدأ بسرعة نشو شون رح نصنعه وشنون نشتغل بالماكينات وشن شون آلية تعملها كليتهم تمام وطبعا بالاضافة لا تنسوا ان الح دايما نظر نستخدم المودات السابقة اغلبها يعني ممكن لا يتعلق بهذا الفيديو رح نستخدم هذا المود اكيد حصرا اكيد اكيد رح استخدمه لانه سيارة نقل الموضوع ما بتنتغل غير بهاي الماكينة وبس حواليا ما في شي تاني يعني مهم خالس والبقية يعني ازا بتكنتوا تحطوها بتكنوا تحطوها وان شاء الله رح احمل لكم ملف اكسل ارفعه كل ما احت مود احت لكم اسمه ورابطه تفاصيل كاملة بملف الاكسل ان شاء الله طبعا انتم بس رح تشوفوا بالنهاء بالتحت صندوق الوص رح تشوفوا هذا الملف تقدروا تحملوه وتشوفوا منه كل شي اعطوهم تعليقاتكم اذا بتكون شي اعدل عليه اعمل عليه تعديلات فاكتبوا ليها مشان اعدلكم عليها فالان هو رح عمله يعني شون دا عمله دا عمله مشاركة يعني مجرد ما اني اعدل عليه فان رح يتعدل على كل الفيديوهات السابقة واللاحقة فعطيني افكاركم انشان نعدل على ملف الاكسل اللي عملناه هلا خلينا ندخل على الارض ونعمل بس خلينا نتأكد ان المود مركب اه تمام شغال هذا هو طبعا في بعض التعليقات اللي وردت اثني منكن اه تعليق الاول لجاني شون زفتت الارض بالفيديو الماضي رح اشرح لكم اياها ان شاء الله رح لكم وفي تعليق تاني اجاني كمان انه اشرح لكم على او طريقة القيادة وتوصيل بهال المواصفات هاي وبهالاشياء هاي فرح نشوفها ان شاء الله خلال الفيديو هاد اشرح لكم اياها بشكل سريع طبعا بداية انا انا اشتغلت كتير الحمد لله يا طين العافية فرح اشتري انا وشي رح اشتري هاي الارض خمسة وعشرين لانه انها مشروع جدا كبير فيها رح نشتغل ورح نعمل عليها كتير اشياء حاليا تمام? فخلينا او اشي نروح اه هيا نروح الارض ونبلش تزفيتها متل ما حكينا لكم اه انه رح نزفتها ونعلمكم شون التزفيت بس خلالنا ناخد له هيك ناخد صورة للارض والله تعبنا لاني كتير بشرايتها يعني او بحقها لبينما جمعنا خمسمائة الف ضلت اربعة ايام لا والله يومين ونص تقريبا انا يومين تقريبا انا عم بلعبها شايفين هاي الارض اللونها بالنية والله فخامي اذا لم هيك تحتاج صورة اي صورة المهم طبعا شايفين انتو هون في كسرة تمام? الكسرة هيكلة الاخير انا رح حولها هيكلة رح اصويها ارض مزفتة حتى نستفيد منها بقدر المستطاعت شنون رح نعمل هذا الاشي? نكبس على اكز او فان نكبس حرف البي منروح على الشب ونروح على الايد منروح هون ونبلش بيطلع لنا هاي الادات طبعا تدري انت تكبس من هون بيطلع معك هاي التفاصيل كلها في عندك حرف الاكس تكبسه فيطلع عندك هاي الهون الخيار هاي بيطلع لك هون ونحن هنصويها ارض ترابية طبعا انا بديها ارض ترابية بديها ارض بنية نكبس حرف السي لأ طبعا لك مو هاي بالتاب بتغير نوعية الارض فانا رح اخليها تكون الارض اه من هذا النوع تمام? مثل ما هي موجودة طبعا انتو شايفين كل الانواع موجودة اه خلينا نروح الشب تمام هلق بعد ما خلصنا اه تجهيز الارض اللي صار له تقريبا شي نص ساعة عم باز عم بزبطها بس بعد ما اشتريتها في يعني هلق صار عنا جاهزة لانه نحط فيها اه الماكينات اللي بدنا اياها تمام? فانا اواش رح رحط هنيك بالزاوية الراح مش كما عندي هون كليتهم وعندي هون كليتهم كان اشتريتهم من هلا زبطتهم زبطتهم هون ماكنهم طبعا اول شي في عنا هاي فراح نخلي المخرج من ورا تبعها لانه نحن ما لنا بحاجة له وما رح يكون له جدا يعني تأثير زي ما يقولوا تمام بس خلينا اول شي هون اه ممتاز هيك تمام هيك ممتاز تمام ها خلينا نروح على المعمل الاول اللي ركبنا واخيرا بعد عناء طويل ومضر ما انا غير ستة وتلاتين الف من سبعمائة الف كان عندي يالله طغيف انا بشتغل بشتغل بكحل هار بالليل اه تمام هيك اشتغلنا الانارة شغلنا كل شي طبعا هون مكون هون مكان المخزة رح يكون نخراج منه ما لنا فيه طبعا هتكون هون مكان اللي بطاع منه الموارد ومن هون المهم رح مبلش هلق جبله الموارد اللي يحتاجها تمام فوالله رح يحتاج كتير موارد فبدو اول شي اول شي رح مبلش خلينا وينها هي وينها 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 اه كمان اه تمام طبع تبع شايفين في عندي هون ثلاثة انوار التصدير في عنا اللي هو بيكون الطريقة السهلة للطلع فيه رح احكي لكم عليه لان المادة ما يموجودة عندي تبعيته وفي عنا الفريز اللي هو العادي بيطلع بشكل عادي وتوماتيكيا وعنا السائر تمام والنوع الاول رح يحتاج نحن للتراب طبعا هذا التراب حاليا انا ما عندي منه بس رح حاول ندبر لكم هلو اشترون من كه رح ادبر شوية نحطه بالماكينة وطبع رح ننتاج موازوط اكيد انا حتاج بالتلاتة موازوط شوفوا بالتلاتة بدنا موازوط فرح نجيب حمل موازوط او شي خاص ناص موازوط كامن عبيه بقلبها او رح اتركوا هذا اخر شي لانه موازوط كتير مقلق ووجع الراس رح اتركوا اخر شي عبي الموازوط او اعبي شي كافية تقريبا وهون في عنا شي التاني هذا الديس بريت رح حاولنا لدبر لكم ايام وهون في عنا رح نعبي ومنور تمام رح نعبي هدول ثلاثة اماكن يعني هي شوف شايف المنور هو نفس المنور هيك بيجي متل البول بس يجي هيك متل متل الكعكة بيجي هيك شكله نوما لو ارجعكم اياه بالماكينة او من هون اه شوفوا هون ها هي شايفين هاي هاي القطعة الاخيرة هي هاي المطلوبة تمام اللي باول باول اختراح باول اختراح تمام خلان روح نجيب هلق شفعنا سيارات او شفعنا معدات مشان اه نروح بنجيب هاي التراكتور الاول رح ناضوا رح ناضوا نروح نجيب فيو تريلا بس موها التراكتور يالله حالله ها التراكتور رو فيو بس فيه تراكتور التاني لازمة يكون وما تعبي فيو المنور اللي هو هون ايوه هادة او لا لن خليها دي التريلا الو خير ونعبي بهذاك اللي فيه لان بدنا سلورب. والله نحتاج كتير امور يا شباب والله الفيديو راح يكون طويل كتير. يعني شوفوا لسه طريقة التصنيع الموبيد لسه اكتر واكتر. الو خلصوت. طبعا المصيبة هوين? انه نحن حاليا ما عنا منور كتير فهون احدى المصيبة بس ما في مشكلة راح نكتفي بهذا القدر يعني خمسة الاف شوي شوي نضل نعبي الماكينة شوي 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 حتى تعبق معنا. تمام? فهلأ خلينا نروح على الارض طبيعتنا او محل ما حطيناها ونبلش فضيلها اول كمية جبنالها اياها. جبنالك منور يا حجي. طبعا المنور يتفضى من هالطرف هاد اش اسمه عفوا يتفضى من طرف هاد المنور يتفضى هون بهاي الدخشة الموجودة قدامي. طبعا حاليا انا راح احط متل ما يقولوا الشغلات بس بشان امشي الماكينة وبعدين راح انا بعبي لحالي يعني بشتغل لحالي بجمع بشان تجمعية المصاري. اما هلأ انتم يعني مدرورة توجعوا راسكن. بنكون شوفوا كل التفاصيل وضيوات بينما عبي واجصصي وصير التسجيل كتير وطويل ومزعج يعني. لما يصير التسجيل طويل حتى يزعجني انا بالمونتاج كتير. فلذلك خلينا نختصر الوقت. تمام. هلأ احنا عبينا شوية مازوت وبعد ما عبينا مازوت وفيه في شوية شوية صغيرة فيه. في شوية صغيرة فيه من او بيلزمني هو نحتاج له وين صارت مفضية المازوت? لا موحا. شايب يطلع الزر الآي دي دي. تمام طلع. تمام هاي اول قسم فضيناه. طبعا هلأ هذا وين هنفضي كان. توقع هون. توقع ذلك. لا مو هون مو هون ذكرت مو هون. مو هون مو هون هون. هون من على الجنب. من هون بس لازم اتوقع انه لازم انا افتح هي بالاول. ايوة هيك وبعدين نتقرب السيارة هيك لقدامش. وقرب عجي. وما بعض انا ايش حطينا هذا الاقتراح تمام. هي خلصنا هيك. هاي هو قسم. هلدنا نروح نجيب له آآ منور. طبعا رح حطها هي هون عبي فيها مازوت. اشوفت عبي لحالة. بين ما اروح وارجع. اوز عملي هذا الاشي يكون شيء خرافي مرة. هي والله عبت عبي مازوت. نايس 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 نايس. حلو هاي اول شغل اللي اتعلمناك كمان جديد يا شيفو. صار عبي مازوت وانا فاصل للتريلر. حلو هاي مشان المنظر مضيعين وقته باركين نستنى بما يعبي مازوت وهالقصص هاي تمام? فمنحة هاي الفكرة. تمام جدا يعني صراحة ريحتني كتير. طبعا هي التريلر فيها شوية شوية وما في ذهون كتير يعني يوس يالله دي. طبعا في ماكينة احسن ما ضل عم بتعزز واضل هيك رايح جاي وعب بيفضي بهايك. في ماكينة مخصصة لانها فورا بتشيل الزبل مباشرة تشفطه وبتحطه. ان شاء الله نشتريها بالمستقبل. يعني حواليا ما انها بحاجة لها وبعدين نحن حواليا في الطور التمدد يعني والتطوير. يعني ما انها بحاجة انه اشتري ماكينات ما لها حاجة فيها. رفته شوية. يعني ممكن وما ضل غير عشب المياه. يعني ناقص. يعني كله كفكير واحدة توقع عضل ما يطلع كفكير. يعني اذا بيت واحد ما ما يسع. هو لازم انا ما هيك لان نسجي بحده قلاب هاي غلط انا معبيها اساسا بس يلا دي المهم حسيتنو في غلط بس المهم ليس هي الفكرة اهم الشي انه توصل الكمية الى محل المنشود الاهو. ايش ما بيحسبات? قول بقى لك فيه غلطتو على كامل لم. هذا ما بيحسب? نعم انا على نصيبة يا زهران. صارنا ساعة مفضل بالاخير طلع ما بيحسب يا الله. تمام? بعد ما عبينا الزبل او رح نجبله من عند الخنزير. يعني اول مرة عبينا اطلع فيه وقلط. المهم رحينا على الارض نوصل عليها. وقوم بلش ان نفرق في هاي الكمية وان شاء الله اليوم رح بلش ازرع هاي الارض او بكرة ان شاء الله لاني هلا ما عد يعني هاش تقبت كتير وانا هم بسجل. يعني نتخيلوا بما سوية الارض هاي. ومتل ما يقول العترة طب اصفها. وزبطها هيك وهلأ صليت تقريبا ساعة كاملة بس باما خربط اول مرة بزبل ورجعت وهيك. فالمهم يعني الموضوع شوي رح يوكل معنا وقت فرح نتركه ان شاء الله لبكرة ايوه السيف اضع الجنب. تمام. هلأ هيك النوع التاني خالص حاج او طوض. على خير نروح نجيب هذيك سيارة الموزوت او تريلت الموزوت يا اللي شفتها المصاري كلها. نعم مصيبة. روحت المصاري كلها يا الله. وقف 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 وقف. شاء الله يركب مو ما يركب بعدين. نيح. ستوب حجي. مستعاش الف ولسة تلتاش لتر. هي عينة. سلتاش الف لتر يعني. هو اللتر بعده الف. والالف بعدها لتر. ايش انا معلم بالحساب معلم. شاء الله يفضى. واتمان فضي. طب ما رح فضي كله. رح نترك شيء للفيديو الجاي ان شاء الله. تمام حاجة هيك. لانه في عنا شغل لسة على بكرة. فراح نصفها هاي هون. نرجع لها ثي ما بعد. طيب انتي هون. لانه هزا حاليا تقريبا شغلنا بهذه الماكينات ما عنا شغل فيهم. لانه ما عمل فرش غال. تمام هلا ومنيجي مشوف الصار عنا بالماكينات تبعتنا طبعا متل ما يكو شايفين هون كاتب لي اربعة تلف ستمية هون كاتب الفين وسبعمية وهون صفر صفر وهون تسعة خمسة تلاف وتسعمية تلتر صار فيها. يعني ستة هون ستصفر ما انتج شي هي هون انتج خمسين جرام حلو ممتاز. ها هي موجودة. تمام. وهون نفس نفس الشي تمام تمام. ها غير نحكي بالتفصيل اشي عنك النوع. هون لان ما رح اطور عليه كنك كتير لانه صار الفيديو شوي طويل صراحة. فقوة شي يعني عنا هنال الموضوع موجود. هون اسمه هاي المواد العضوية اللي هي التراب. تمام? التراب ننتجي ان شاء الله بالفيديوهات المستقبل رح احكي عنها شنو رح نجي. هاي المادة. بس هلا رح اترك بالنهاية في مكان هون بالمار. آآ هذا المكان هذا بقلبه فيه. ده رح اشوف ازا بقدر اوخد من عندهم او اشتري او لايقيله طريقة ازا لا قدرت اوخد منه جبته احطت لكم اياه فرجتكم اياه. ما جبتوا لفها رح تشوفوا انه الفيديو انتهى خلاص ما رح اعجيكم يعني انه ما فيه. عرفتوا شنون? فلازم احط الماكينة اللي يدخل عليها المنور اللي هو الزبل. طبعا البقر والخنزير. بيطلع معي هاي الماكينة هاي المواد بس تطلع معي بحطها لهاي الماكينة. طبعا هي شوفوا. بدخل منور بتطلع عندي هاي الماكينة بتطلع هاي المادة باخدها بردج حطها هون تطلع معي السماد. او في عندي طريقة تانية او الطريقة التانية اللي هي هون نفس الشي كمان طبعا السماد البودرة بيطلع. الخمسة وسبعين جرام شايفين? ما زلط بحطوا المنور والسلوري. اللي هن بيطلعوا من البقر والخنزير هذول المادتين بتجيبهم متل ما شفتوا شون جيبنا هون حطينا هون بقلبها. بتجيبوهم بتحطوهم حتى يبلش الانتاجية البذر تمام? البودرة تمام? طبعا لموضوع السائل الموضوع السائل يحتاج لعدة اشياء يحتاج لمي ولفليز طبعا نحن نحطين فليز حطين كل شي بس بدنا مي راح اجوح اجيب مي وارجع. ونبلش انتاجية تمام? راح بعناته نجيب التريلو نفرغها بشكل كامل. وبما نفرغها بشكل كامل نعبي مي او خلينا ننشو كمان حنفيت مي هون بانه راح نحتاج للمي بشكل على طول بشان منظر رايحين جايين رايحين جايين رايحين جايين متل اولي. فخلينا واشي انشو الحنفية واقف واقف حبيبي واقف. بس خلينا اقرب شانشوف شكل الحنفية شنون? انه ازا كانوا تمال اهنيك ما تشتت تزبط معنا. نعم ليش ما حطيت? ايوها هي. تمام. حطينا احنفيت المي. هلأ خلينا نفضي المازوت ونبلش نعبيه مي. او فليش دولار اخد زيادة? الف ومس مية دولار. وكنا نفكرين نترك المازوت لبعدين بس راحت المصاري كلها اياتها. بس يلا اصف عندي هلا هذا المشروع ده زرعه. وفي عندي انا مشروع زرعه. يعني شوي شوي بنطالع المصاري اللي حطيناها. ما طلعت احنفية طول. لازم نقرب اكتر. وطبعا مجبورين نحطها هيك ملتسقة. ليش? ايوه. تمام. هاي طلعت مي بلشت. فربي. تمام خليه يتبلق. هو يتبلش تفرغ. هيوقف التفريغ شوي. تمام حاج. الله زي تركناك. تبلق. ضل تعبي مي. او لا بتوقف. طيب على كل حال خلقنا احنا نطلع العرقام اللي وصلنا لها. عشرة الاف وخمسمائة لتر. اه وصل لعنده تقريبا وصل حاجته. طيب طيب. شوفوا هلأ تقريبا هلأ تقريبا اشتغلت كل الماكينات هي عبينا مي بلش عبي مي بلش انتج. اه انت اشتغلت من السماد السائل. شوفوا. راح افرجي لكم اياها من وراء. شوف هون تلاتة وتلاتين هون عمس وخمسين. طبعا التفريغ من هون بيكون. والطبليات متل معنا لكم بيطلعوا من هالطرف. من هنا الطرف كان يطلعوا. من هون. هون بيكون الطبليات السائل. لما داك تشتري الطبلية بتجي معك او زدق طلع. شايفين? هدو هنال الاتنين عبي طلعوا هون. طبعا انا راح استنى هدبصر الف بطالعه وبرجع احطه هون. عرفته شنون? بشان يطلع معي السائل. لان السائل حسب ما فهمت انه اغلع هيك فهمت يعني ما بعرف. فيرجع معي تصير عمالية تدوير يعني. انه هو شيء نجيب الزبل والماظوك بنحاوله بنطلعه سماد بودرة. بعدين من رد ندخله بالماكينة برضو نطلعه سماد سائل. تمام? طبعا هلأ ظلنا الشيء الوحيد اللي هون هاي الماكينة هاي المادة راح ادور عليها. تمام? از لقيتها لقيتها ما لقيتها الله يكرمناه. طيب خلينا نروح نشوف نروح نيك اللاقي ولا ما ناقي. الله يا كريم. ان شاء الله اللاقي بشان بشان يكمل فكرة الفيديو وتفهموا منه نجيب المواد هيك لاتها. لان هي لها ماكينة خاصة لانها تدخل عليها هاي المادة. وتستنى بعض من الوقت طالت لك يا راح نحكي لكم عنها كمان مستقبلان حاليا ما راح احكي. بس قريبا راح ابلش احكي لكم عنها ان شاء الله. ويعني امورنا اللي ماشي الحمد لله لوز متل ما يقولوا هاي عنا ارض من هون ارض من هون. عنا مكينة مكلة انواع عنا مزارة مكلة انواع يعني امورنا لوز لوز الحمد لله. تمام هي وصلنا مكان البيع راح نشوف ازا فيه راح نوفز. بس اتوقع ما فيه لانه هي لازم تحط لها وتدفع مصاري وتستنى وبترجع بتلاقيهم مشيولة عرفت شنون? بتحز بالهون شايفين شون عداد? بتفرغوا وبتروح وبترجع بتلاقيه بس طلع بحطولها كهنينكة. وهون مايني متذكر وين يكون محطوط بس التوقع يمكن هون بحطوط. هون لازم ينحط طبعا هون بنحط لازم بس ما عندي انا الحمد لله مكينات. فما فيه. ويكون هون صلنا نهاية الفيديو. المادة الاخيرة ما لقيت منها هاي اللي هي يعادة تكرير اللي هي التراب اسما هو اللي هي تيجي التراب المواد العضوية. هي مكتبة عن هي اسحي الطريقة بس ما موجودة. ان شاء الله راح بالمستقبل احكي لكم على موض بيندخل عليه ظبل. بطلع عندنا هاي المادة. مستقبلا. ان شاء الله. حاليا ما يموجود عنه حتى نsque بي بالمستوى عمله اتمنى. هاي النقطة الاولى النقطة التانية بيكون هنا في نهاية الفيديو ازا اجابك حطنا لايك وزا ما اجابك حطنا اضس لايك والفيديو جاي راح نحاك فيه طريقة تصنيع البذور وان شاء الله ازا عندك اي تعليق او عندك اي استفسار نزول تحت في صندوق التعليقات اني ممكن اجاوب عنه بفيديو خاص او ادور لك عنه او نحط لك يا ضمن البرنامج ان شاء الله اجزا نشرح لكم عنها. وبس واش كمان في ضل اه وضل كمان المودات المستخدمة بهذا الفيديو اللي هي المودهر والمودات كل ايات راح تلاقوها موجودة في ملف اكسل بصندوق الاصف موجودة وزا تحمل اللعبة ازا انت ما ازا انت عجبتك اللعبة اول مرة بتشوف الفيديو وزا تحملها موجود تحت صندوق الوصف كمان ترابط شرائها ممكن تزال تشتريها وبس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جديدنا